نيشان عبور صحابي حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزلفلون مرحبا بكم في قناة في شمع بوت صحفي حرب رددها ألاف الجزائريين بشوارع المدن الجزائرية نكاية في عصابة أولاد حرام مرفوضة من طرف الشارع الجزائري ولما خرج الشارع الجزائري رجل بشي قولهم أرحلوا وقالهم ترحلوا قا جماعة رحلت وجماعة بقت أما جماعة اللي بقت توجد روحها من الرحيل إنهم هما جرامي فتوا عليها رامحوا شعريها وراهم يستفزوا في الشعب وعن بالهم كي يتجاهلوهم بادوا يستفزوها رح ينجحوا يديروا حبيجها ثم نتكلم على استفزاز العصابة للشعب الجزائري نتكلموا على الزيارة اللي باشي قوم بها عبد المجيد تبون أبو كوذيبة إلى مدينة تيزيوزو عاصمة القبائل وين معولي ديشن ملعب تيزيوزو لذلك قلنا عبد المجيد تبون رح تيزيوزو نهار 23 ديسمبر وهذا سكوب طبعا نزال مع المشاهد نحن لم يقلونا من رئاسة كما باترون قال ما ندخلوه احنا قلوكم من رئاسة هاو على بلكم قولوا ما ندخلوه هاش المهم الشعب على بلكم لذلك تبونا رح تيزيوزو نهار 24 ديسمبر رضوك نحكيو على هذه الزيارة بالتفصيل النقطة الأخرى باش نتكلموا عليها عند النقاط عليكم بحالي الصفحات التي تلقى فيها العصابة يوميا على الساحة الدولية الآخر الصفحة جاءت من الخليج بعد امضاء برام اتفاقية شاركة بين المغرب والامارات وكانها حصل في دبي العاصمة اللي قدامها اللي بجنبها وحدها قبسة شمها وخلها قبسة شمها البطة شمها قدام بعضهم العاصمة اللي قدامها هي عاصمة قطر الدوحة قال لك المجلس الأعلى نقاط الدول الخليج في الدورة الرابعة والأربعين واش قالوا قال لك قال لك الحضور اردوغان لغيرك ما كان في الزاير نشوف الشي عجب لي راي وصاير قالوا لهم من ايد الوحدة الترابية المغربية ويعني بهذا الصحراء الغربية راهي صحراء مغربية روحي يتبون وزعف على اردوغان ولا زعف على دولة قطر ولا زعف ولا ولا كلها يلي حكموا هذا كنتكلموا كذلك على ماري لولوار اللي دار التقرير مفصل بعد زيارتها على الجزائر وفضحة العصابة وفضحة كل ما حرفت العصابة وجزائر ماذا تخبيه وقال لك ما جاتش تحقق في حقوق الإنسان ايه جا تدير التوريزم ماذا كنتكلموا على زيارتها وتقرير ديالها نتكلموا أيضا على ما يعيشوه الجزائريين من المهازل سمعت والإهانات اللي يعيشوا فيها حتى لما يحبوا يسافروا ويجوا من الخارج باش يدخلوا للجزائر ويعزم يتهانوا وهو مقبل ما يحطوا رجلهم في الجزائر هذا ما يحدث للجزائريين اللي يحبوا يجيوا في البابور وصاعد فيهم نعجب نتكلموا عليهم كما نتكلموا على عائلة جزائرية في غزة طلبت من عصابهم السفارة الجزائرية في القاهرة باش يخرجوهم يجريوهم كما نتكلموا على المعتقل الرأي المعتقل السياسي مصطفى قراء لصحفي سعيد بودور ونشكروه وبرك الله فيه صحفي شجاع وحر تلقى لديه الضغطات ونقللنا شهادة الشيء اللي عاشوا مصطفى قيرا من تعذيب من طرف ومسلسل مقري مخلطش وكل يوم يكشف النحوي جاء بها لي معرفنا شكون الشخص اللي اعطان أوامر باش مقري ما يخرش وكيفاش راهم يوجدلو فيما يلف باش يباتوه عن صحابه يروح لحرقش هذا يعني من هذه المواضيع اللي رح ينتكلموا عليها بالإضافة إلى الموضوع يزعب بالعصابة نورمال لا غالب احنا ما تدروش ما تدروش السح بالإضافة إلى الموضوع وكاين ترتيب الدول اللي فيها منعشها مليحة ما تدروش ما تدروش ما تدروش ما تدروش منعشها خاصة لكل الإخوان والأخوات اللي راهم يتبعوا فينا مثل منهم أخونا أزواء وأيت بن علي فاطمة ميزت اسمت مشي وج يعني إبراهيم مؤزم مرحبا بكم عيسام عبدو حليم حليمة دحمان سنجاق مرحبا بك أبدالزاجو مرحبا بك مرحبا بك يقول لكل يروح يستقبلوه بالورود على خاطر القبيل شرعتهم الدولة كان بزيف كدس أنا من مفقق شرعي بس كان كدس لكن يستقبلوه بالورود دول قلوك شرع ميوجود دولو ولا مالعينين إجنم إبراهيم داروين زيلي لتور أحيرا كلاسور سوليشيون إنعم مصطفى وليد مرحبا بك حسن بو عنان عم بو شعيب عيسى رامي من الزابتوية محمد بومدي من الزابتوية رابع خاباش سمايل حمايلي أنا شاطان سلام الوافي عبد السمن سيمو تحية كبيرا لكم جميعا تحية أخونا رازق ما كانو شرهوه ما نش شايفوه مصطفى دحماني بيانسور أنتت مع عليلو وياسين الوافي مرحبا بكم جميعا أنا مصطفى ياسين أشيقول أخونا مصطفى الدوماني دحماني دايما في المقدمة وحييك من موريال تحية لك أخونا ياسين ولا تحية لكل أخوان اللي يتابعوا فينا باللي ما ذكرتهم باللي ما ذكرتهم ما قلش تتكره الجميع رانا في 3096 متابع وحنا في الثقيقة العاشرة ما قلش تتكره سيناقا غير نتكف هذا ما كان مرحبا بكم هذا الشي يشعدني وهذا الشي هو اللي شجع على أنني كل يوم معاكم بيش نكبركم نقول لكم الأخبار اللي ما تصيبوهاش في صحفة بودورو وفي قنوات العار والإستعمار وإلا واش رانا نديروه هنا هلا ندخلوه قبل ما ندخلوه في التطاصيل هدية لكم يعني صورة تعتبون هذه صورة يعني هذه تعتبون تعتبون واوش نكريها تصور تعتبون تعتبون هذي صافة الناس اللي يراهم مرافقينه ولا اللي يودعو فيه ولا لا كي وصل لا كي وصل ليستقبلوه وشوفوا ماذا يديرون الشينجر يعني خلووا شوفوها بعد الفاصل باش نعلقوا عليها مدية مدية لا باش تكون الأمور حلو بعد الفاصل نعلقوه على هات الصورة